السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الثلاثة عشر تشرين الثاني أكتوبر طبعا القمر اليوم موجود عنا بالأسد ورح ينتقل للعذراء في ساعات الظهيرة القمر زي ما حكينا هو بالأسد رح يظل لغاية الساعة 12 ودقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش من ظهر اليوم الثلاثاء لا ينتقل بعدها للعذراء ورح يظل القمر موجود بالعذراء لغاية الساعة 12 واثنين وعشرين دقيقة بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة يعني من بعد ظهر يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس القمر موجود بالعذراء القمر الآن موجود في منزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 48 واثنين واربعين دقيقة مساء من مساء اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة العواة وهي منزلة للربح والحرية والزواج طبعا القمر من الآن ولغاية ساعة المساء اليوم الظهر بظل موجود بالأسد فعشان هيك بظل في الفترة هاي نوع من أنواع الكرم أكثر من الأيام المعتادة ماديا وعاطفيا بظل تركيزنا حول الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهويات والمشاركة العاطفية مع الحبيب بإمكاننا التواصل مع المسؤولين أو إجراء استفسارات أو نصائح برضو الاهتمام بأبنائنا وبرضو بمظهرنا الخارجي وارتداء ملابس أنيقة تلفت انتباه الآخرين لإلنا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تقابل سلبية بين الزهرة وبين زحل هاي الزاوية طبعا هي بدايتها يوم 14 كان ذكرناها في حلقة يوم 14 ومستمرة تأثيراتها ليوم 15 عشرة اليوم ذروتها الساعة 6 و 10 دقائق صباحا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتزيد من غيرتنا وحبنا للتملك برضو هيك من ميل للإكتهاب ونزاعات مع محيطنا تنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة لغير رجعة برضو بتدل على تراجع منتوج الفلاحي والمنتوج مؤسسات الدولة وصناعات ثقيلة والصناعات الحرافية بسبب الإهمال والتكاسل اللي بيغلب على الموظفين في هاي القطاعات بتقلل من عطاهم بعض المؤسسات المالية والبنوك بتعرف نوع من أنواع الإضطراب في المداخيل بسبب سوء التدبير والتبذير ممكن يعاني المجال الفني من الكساد أو قلة المبيعات وبتقلل الحفلات والسهرات بسبب ميل الناس أكثر للتحفظ بتزيد من التزام الناس وتقيدهم بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية ساعة 9.36 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهذا الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 9.36 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ورح ليستمر حتى تمام الساعة 12 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لبرج العذراء هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار زي ما حكينا فترة الظهر الساعة 12 دقيقة لقمان خلص باستقر في برج العذراء عشان هيك بالفترة هاي بنعود للجدية بصير اهتمامنا أكثر للصحة بنهتم بأمور إلها علاقة بالرياضة نظام غذائي اللي نحافظ على صحتنا وعلى وزننا ممكن اليوم يكون النشاط الزيادة من ساعات ما بعد الظهر بالعمل والتركيز والتفاصيل والتدقيق على كل شيء ومنكون هيك منظمين جدا في هاي الفترة نادرا نهدرا الاشخاص اللي بنتعامل معهم قد مدعم مالي أو عاطفي في هاي الفترة لأن هاي فترة بنعتبرها الفترات العملية فعنصر العملية هو اللي بيتغلب على حياتنا هو المسيطر أكثر حاولوا أنه بالفترة هاي تحذروا من الوسواس الأوهام الشك الغيرة يعني هدولا سيئات جدا وبرضو هاي الفترة ممتازة للأشخاص اللي بدهم يقلعوا أو يتخلصوا من أمور إلها أعلاقة زي التدخين أو شرب الكحوليات المهدئات المخدرات وبإمكانكوا اليوم اللي بيحبوا بدهم يعني يجيبوا حيوان أليف ويربه أو رعايته هاي فترة ممتازة ممتازة للي بدأ بقراءة رواية معينة أو البدء بعمل جديد أو تعزيز العلاقات مع الزملاء في العمل ومراجعة بعض الفحصات الطبية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين زحل هاي زاوية الساعة ثنتين وصدقها قاصرا بتوقيت جرينيتش من واجه مصاعب وعرقي اللي بتطلب منا أن نبذل جهد لن نتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض لشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة من كون متقلبين وغير راضيين كثيرين النقد والعنادي ميالين للاكتئاب أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية راح تكون بين القمر وبين الزهرة هاي زاوية راح تكون الساعة ثنتين وخمس واربعين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم تعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن ننعيش عوقات ممتعة جدا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات الظهر بضلعنا القلب الشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان أما من بعد ساعات الظهر بصير عنا البنكرياس لما بعد دقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين بالنسبة لهذا اليوم مناسب لعمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها ولكن بدكوا تنتبهوا نمش بفترة خلو المسار خلو المسار لا يصلح للعمليات الجراحية إلا إذا بدأت العملية ما قبل خلو المسار بالنسبة لعمليات التجميل نفس الشيء يعني عمليات التجميل مش بوقت خلو المسار ما في أي مشكلة للحقن والجراحة أيضا ما زال الوقت يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ وكنه ما زال لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه يعني بده ينتقل خلص بيصير في العذراء معنا تخلو المسار القادم بيبدأ الساعة 8 و 9 دقائق من صباح يوم الخميس وبيستمر من مساء يوم الخميس عفوا وبيستمر حتى الساعة 12 و 22 دقيقة بعد منتصف ليل الخميس لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الميزان بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 26 يوم في تمام ساعة 12 منتصف الليل بنهي 26 يوم وبعدين ندخل على 27 ولكن هاي في حلقة الغد نتكلم عنها نسبة الإضاءة طبعا 15 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة سعيد بنسبة 60 في المية القمر في الأسد وبدأت تنتقل للعذراء وسيقف الغدراء يوم 13 عشرة سعيد الآيام بنسبة 15% في ساعات الظهر سعيد بنسبة 45% في ساعات المساء سعيد بنسبة 30% عطارد في الميزان حتى يوم 22 عشرة منتحس بنسبة 15% الزهرة في العذراء حتى يوم 8 11 سعيد بنسبة 10% المريخ في الميزان حتى يوم 12 عشر سعيد بنسبة 45% المشتري في الثور بيتراجح حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 50% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثور بيتراجح حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجح حتى يوم الغد 11-10 بعدين بنهي عملية التراجع منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتشتد راودكم اليوم من غاية ساعة الظهر فالتقرب من أحباءكم وقضاء وقت ممتع معاهم وتعتبر هاي فترة مثمرة وإيجابية ما زالت فيها طاقة إيجابية بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطعتك المبادرة لا بأمور إلها علاقة بالمغازلة أو المصالحة أو تكرار المحاولات لغاية ساعة الظهر ولكن احذر من الصدامات في فترة خلو المسار أما من ساعة الظهر وما بعد هنا بتكون تنتبهوا لصحتكم أكثر بيبدأ العمل بتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطروا للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء إنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية طبعا هذا الأمر لغاية ساعات الظهر أما من ساعات ما بعد الظهر بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات أيضا برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتكثر عندكم اليوم الاتصالات لغاية ساعات الظهر والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن تحصل على فرصة جديدة يتفسر من خلالها مشاعرك وتبرر مواقفك وبتنشغله بالتنقلات والاتصالات أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بتعيد وتنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرع عطل منزلي أو حدث عائلي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً بتظل الأجواء مناسبة لغاية ساعات الظهر لا فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي مع هيك بتحذر من أي خطم مالي جديد لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي هم إشي أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بالدقق بالتفاصيل بتطمع انخفضات رك نوعاً ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أما من ساعات الظهر وما بعد بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر وعياً على الطرقات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً اليوم هي فترة أحسن كمان الطاقة عالي جداً اليوم في بعض الاهتمامات بمسائل لازم تترجم على الأمر الواقع بظل نشاطكم موجود عندكم لغاية ساعات الظهر بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة دعا من مركزكم الاجتماعي في نوع من أنواع الانفراج والتقدم بكون جيد جداً لكم أهم شيء أنه لازم تتحلوا بالحكمة والواقعية بتشتد عزيمتكم وترتفع المعنويات أكثر فأكثر وممكن تحقق نجاح باهر لغاية ساعات الظهر أما من ساعات الظهر وما بعد بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً بظل التعب مسيطر عليكم فعشان هي لغاية ساعات الظهر فبتكونوا تحاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو سوت فاهم أو التباس حذروا من البدء بأي شيء جديد ولا تسمحوا للقلق أنه يسيطر عليكم ويمنعكم من العمل والنشاط نظموا أموركم وضعفوا مجهودكم أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بتمتلقوا نشاط وحيوية لبتقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي تتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم لغاية ساعات الظهر تنشطوا اجتماعيا وتلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوي لحضور حفلة أو مناسب سعيدة تقدر تطلب المساعدة من أي شخص ما تتردد أيضا بتقديم المساعدة في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شيء أنه ما تبقى وحيد وحاول أنك تخرج للقاء الناس أما من ساعات الظهر تقريبا أن القمر رح يوصل لبيت متاعبكم فرح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم أهم شيء أنك ما توقع على عقد وما تحسم أمر فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا الوقت لغاية ساعات الظهر مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم مش أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسئولية يعني فترة فيها شوية صعوبة وممكن تنشغل بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنشطوه في مجال السفر والاتصالات البعيدة لغاية ساعات الظهر وبعض موليد برج القوس ممكن يشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم تلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة لأجواء لطيفة بتحيط بحياتك لغاية ساعات الظهر عزز العلاقات الاجتماعية والعائلية فترة مثمرة على جميع الأصادي أما من ساعات ما بعد الظهر هنا بتكوا تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وتعتبر فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهمش إنه تتجنوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل بل سارع للتقريب وجهة النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولا بق وممكن تناقش موضوع إرث أو موضوع مالي أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بتنشطوا في مسائل إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو العلاقات مع الجانب ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيات السيارة بين المدن بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا لغاية ساعة الظهر بظل القمر موجود مقابلكم ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر الوقت ما زال مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء أنه ما تنفعل وحاول أنك تعمل إضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر والجدال عالج كل التطورات بموضوعي وأصب بردي وما تتسرع باتخاذ القرارات أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة إنجزوا الوجبات بدقة حتى لو كثرت وحاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعاً بيبدأ العمل عندكم بتراكم أيضاً اليوم يعني فيه نوع من أنواع تراكم العمل والأعمال الكثيرة والإنشغالات حاولوا أنكم تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك بدكم تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم القمر بدو يبدأ في مراحل المقابل الآن فطاقتكم ضعيفة جداً ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بتراكم وحاول أنك تكون أكثر تنظيماً وأحسن إذارة الوقت اتجنب إذارة العدوات وإهمال وضعك الصحي وخذ قصة من الراحة من وقت لآخر أما من ساعات الظهر وما بعد بترغبوا في تعزيز شراكاتكم سواء الشراكة المالية أو العاطفية ولكن بتكونوا أكثر تفهماً لوجهة نظرهم وحذروا من الخلافات ولا الضخم الأمور هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء